اهلا وسهلا فيكم في فيديو سيدي. اليوم سأعطيكم تشكيلة ويلد كارد ممتازة جدا للجولة الخامسة للناس اللي زهقت من تشكيلتها وبدأت تعمل ويلد كارد فهي افضل تشكيلة ويلد كارد برأيي وحاليا ترتيبت تقريبا على العالم 700 الف وبإذن الله تطور اكتر واكتر. اذا الاول ما عم تشوفني لا تنسى تعمل لايك للفيديو وتعمل شير الفيديو لحتى يوصل لناس اكتر. لانه المشاهدات عم تزيد الحمد لله ولكن لست قليلة على المحتوى لهم ادمه. وراح انزل ايضا ملخص للجولة وايضا رح انزل اه تحليل المبارات. فازا كنت الاول ما عم تشوفني فانا بهتم بالفانتازي لا تنسى تحط لايك وتترك بالقناة ويالله نبلش. التشكيل اللي انا حاطط لك ياها تقدر تعدل فيها على كيفك اذا في لعب معجبك تقدر تعدل عليها. ولكن انا اجاب لك التشكيل هاي تقدر تستمر فيها لحتى نهاية مثلا مرحلة الذهاب كلها فما رح تحتاج تغير كثير غير التغيرات الموسمية اللي ما نغيرها كلها اذا لعب تقلق اذا لعب نصاب اذا واذا واذا وهيك شي يعني. طبعا تقدر تجيب لعب مكان لعب وفيه كذا لعب ممكن نغيره وفيه كذا اقتراح ممكن اعطيكية. ولكن التشكيلة حاططة كل اللاعبين بدون استثناء بلعبه اساسيا وتقدر تفعل الجولة اللي بعدها لفري هيد كل اريحية. ولكن انا ما بنصح تفعل الفري هيد تغير بجولات الدبل. طبعا بحرص المرمى اول واحد هو لينو. لينو فول هام عنده مباراة جيدة جدا خلال السبع مبارات القادمة. فبتقدر تبدل بينه وبين الحارس الثاني. طبعا لينو حارس منتاز جدا بيعمل تصديات تقريبا هو اكتر حارس جاب نقاط بعد حارس توتنهم. فلينو عنده مباراة جيدة وهو حارس جيد وفريقه جيد نوعا ما. الحارس الثاني هو اريولا حارس توست هام الاساسي واللي اثبت نفسه باول اربع ج وتصدر لضرب الجزاء وجاب نقاط يدموني. ممتازة جدا. وحقه اربعة فاصلة واحد فقط. فما له غالي ابدا. الاتنين رخاص والاتنين ميزاينتهم مانا اه كبيرة ابدا. فهذه الحارسين راح تبدل بيناتهم باريحية تامة. وراح يكون عندك خيار ممتاز جدا بحرص المرمى. خلينا ندخل على الدفاع بسرعة بشان ما نطول. اول مدافع هو مدافع بريندفورد اللي ما انا مقترن فيه كتير. كمباريات ولكن كلاعب فهو ممتاز لانو اتفرشت عليه عم يس بالاداء الهجومي بشكل ممتاز جدا. بدنا نختار المدافعين كلاتهم بيعملوا مساهمات هجومية لانو صار صعب جدا جدا بهذا الموسم بالزات بعد مدى الدقائق. فهنري بلعب ظهير متقدم. فبيجيب نقاط كتيرة. هاي اول واحد من بريندفورد. طبعا اي لعب ما بيعجبك بتقدر تبدله براحتك يعني. تاني لعب هو غوستو. غوستو بدل ببالدوك. لانو غوستو حقه اربعة فاصلة واحد فقط. فلعب رخيص جدا من ارخص المدافعين باللعبة وبيلعب اساس بفريق كبير مثل جيلسي. وعندهم اربع مباراة قادمة. ممكن تعتمد على ثلاثة فيه. بلعب ظهير بيقدم اداء واعطاءات جيدة. اه ايضا ممكن يعمل طبعا نيو كاسل مباراة القادمة جدا 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 ممتازة. ولازم يجب مدافع ومهاجم منهم او لعب وسط يعني لعبين على الاقل حتى نغطي نيو كاسل. طبعا ممكن يصير في بسبب دور الابطال ولكن احنا لازم يجب واحد. فممكن يجب يا اما بوتمن يا اما بيرن. وانا برشح بيرن لان بوتمن مصاب وممكن يصاب مرة تانية. وبيرن بلعب ظهير وبيرن تقريبا من اطول واحد فين اصلا. وممكن يجيب هدف من الركنية. فانا بختار دائما اللعب الظهير على اغلب الاوقات. اللعب الرابع هو ماتي كاش. ماتي كاش من افضل الازهرة بالدوري سجل هدفين. من افضل اللعبين صح انه مرة جاب ناقص اثنين ومرة ناقص واحد. ولكن هو لعب ممتاز جدا. ما لازم تلعبه المبارات الصعبة. ولكن بالمبارات السهلة رح يقدم اداء جيد جدا ونجيب نقاط بسعره اللي رخيص اللي هو اربعة ومص. خامس لعب هو اودو جي. اودو جي ظهير تنهام الايسر. لعب ممتاز جدا عم يقدم مساهمات جومية عم يعمل ومن افضل اللعبين اللي جايبين نقاط خلال اول اربعة جولات. سعره اربعة فاصل سبعة. خمس مدافعين ممتازين جدا. ممكن يجيب حدا مثلا مثل صليبة ما كان حدا منهم. ولكن رح يكون اغلى منهم كلاتهم. الخمس هدول كلهم ما في واحد فيهم. اه وصل للخمسة مليون. كلهم اربعة فاصل سبعة. بتد تجيب مدافع من السيتي ولكن لازم تتنازل عن حدا من خط النص لحتى تقدر تجيب حدا من السيتي. خط النص. اول واحد هو سن. ليش سن? سن لسببين. انه صار هو يلعب مهاجم. تاني الشي سن بيقدر تجيب اكتر من عشرين هدف في الموسم. وشوفنا من الموسمين كان عم يساهم محمد صلاح واخد معه الهداف للدوري. اذا سن لعب الهجوم وصار هو اللاعب اللي عم يلعب عليه الفريق. مكان هاريكين. فرح يكون صفقة الموسم بتسعة فاصلة واحدة مليون. اه التاني واحد هو ماديسون. ماديسون غني عن التعريف. غني عن الكلام من ايام ليستر. فهو ممتاز جدا. ونجم الفريق. حتى مع تزينها مع مساهم ويلعب ويسجل. وما في ولا جولة لحد الان طلع فيها بلانك من اول ما بدأ غير الجولة التانية امام مانشستر تقدر تستاني عن واحد وتجيب ما كانو ديكو جودة او يويسي دياز من ليفربول لانه مبارته النوعا ما جيدة. وهذا الخيار بيرجع لعلك. ممكن تختار واحد منهم وتجيب حدا من ليفربول. تالت واحد واللي هو تق بوكايو ساكا لعب ممتاز جدا بيقدر يصنع فرق ويقدر يحقق نقاط قدام اي فريق بأي مباراة. فلازم يكون عندك لانه نسبية ملكيتو عالية ايضا اذا انفجر في مباراة فرح يخليك تنزل بالترتيب. ولكن ساكا من اللعبين اللي صعب جدا يعمل اكتر من مساهمة. يعني يا اخر اخر يجيب جول واسيست. صعب تشوف ساكا عم يجيب جولين او هاتريك مثلا. صعب كتير. ما الاسف ساكا من هاي اللعبين اللي ممكن يعمل لك مسا وراه او قول له اسيست. فساكا ما ممكن ينفجر ولكن هو لاعب ثابت ممكن يقدم لك كل مباراة مساهمة. اللعب الرابع واللي لازم يكون عندك يا اما راشفورد انا برجحه يا اما برونو فرنانديز. برونو فرنانديز ارخص وحاليا عم يعمل مجهود بالفريق اكتر. وازا ساهم اي مساهمة حتومية رح ياخد بونوس. ولكن راشفورد هو اكتر هداف من برونو. فانت لازم تي واحد لان مباراة مانشستر اوناتد كتير كتير صعبة. وازا انتوني اه اخد العقوبة تبعيته او من بعد عن منشستر اوناتد. فرح يصير اقل بكتير بكتير من اللي عم يشوفه حاليا. اللعب الخامس هو ديابي. ديابي لعب استون فيلا. استون فيلا عنده مباراة ممتازة جدا. اه مباراة ومباراتين صعبين. اه بنص بنص المبارات السبعة ولكن عنده مباراتين بعدين مباراتين متوسطين بعدين خمسة سهلين. وديابي يعني حتى لو عمل عبد الفريق صعب رح يساعد. فلاعب ممتاز جدا وارخيش جدا. ستة فسطة ستة. وقادر على العطاء. وانه يعمل لك مساهمات هجومية. قط الهجوم هالند ما في داعي يحكي عنه. تاني واحد هو ايزاك لانه مباراتين يكسر انه سهله. وازاك صار عم ياخد دور اساسي. ولكن عم يطلع بالدقيقة ستين. فايزاك مهاجم ممتاز جدا. سعره سبعة فاصل سبعة ولكن هو مهاجم جيد. اللعب الاخير هو الفاريز. الفاريز ممكن تبدله ولكن الفاريز انا شايفه بالنسبة للي ممتاز جدا. اخر جولة جاب لي اربطاش نقطة. ولعب ممتاز عم يس وبالذات مع غياب فهو ملعب لسه لبين مع ماتيوس نونيز يتأقلم فبيكون عدة ثلاث اربع مبارات ساعتها ممكن تبدله. ولكن اه الفاريز ممتاز جدا. ممكن تبدله بواحد مثل ويسا. ممكن تشوف مثلا مثل فولها ما عنده مبارات جيدة. ازا خيمينيز الفورما تبعيته رجعت لأيام زمان فممكن ايضا يكون خيار جيد. هذا هو ازا بدك تتنازل عن هذا مسلا من خط النص. ممكن يجيب داروين نونيز بخط الهجوم. هاي الخيارات هي بترتعك لك ولكن انا بالنسبة لأيام نونيز خلص. بعد ما جبتوا جولتين باول الدولة خلص يعني عصبني وخلاني اكبه وما ارتع افكر فيه مرتين. فيديو اليوم احكولي مين ابرز خيارات ممكن تجبوه بكل مركز. كان معكم احمد سبب من قناة سليس بورت انتظرنا بالفيديوهات القادمة والسلام عليكم.